اه تحب تقوليه في الاول كده اكيد عم انتخبنا الوطني ان يمكن عمل انجاز كبير اوي في الكاميرون في البطولة الافريقية ست ميداليات من سبعة اكيد ده انجاز كبير اوي طبعا انجاز كبير ان هما يحققوا السبع ست ميداليات دول من السبعة خاصة ان اللعيبة كانت في حمل كبير ان هما راحوا الالومبيات رجعوا من الالومبيات لعبوا بطولة عربية رجعوا من بطولة عربية لعبوا الاندية العربية رجعوا من الأندية العربية سفر بطولة أفريق فطبعاً ده حمل كبير على اللعيب ان هم يلعبوا 3 أو 4 بطولات و 4 فده إنجاز كبير اللي هم عملوا الحمد لله طب ده بنسبة للحمل البدني لعب نفسه لما بقى أنا كنت في بطولة كبيرة أوزاً أولبيات ووصولت النقطة مكنتش بتبقى قبل كده موجودة في لعب التنس الطاولة لأي فريق مصر يسافر وطموحات الناس كلها بقت تتزايد مع المنتخب وتحديداً عمر عصر وبقى اللاعبين فينا نروح للنقطة أبعد وبقى متواجد في حتة أبعد المعامل النفسي في ظل إن أنا خلاص كنت قربت قوي من أنا لعمل إنجاز ومقدرتش أعمله أرجع عامل تاني ريستارت النفسي إزاي عشان خرش في بطولات يمكن طبعاً أقل شوية من بتروت الأولمبيات وإنجاز الكبير الممكن كان ممكن يحصل في الأولمبيات ده بيحتاج إيه مين يقدر اشتغل بمعامل نفسي مع اللاعبين عمر طبعاً هو صاحب أكبر إنجاز في تاريخ مصر في الأولمبيات وعربياً وأفريقياً كمان آه طبعاً بس أنا يعني بتكلم من بين الأولمبيات إنما طبعاً عربياً وأفريقياً وكل حاجة بس بارد وأفريقياً وعربياً فيه أبطال تانيين حقاً ونفس الإنجازات بتاعة عمر إنما أولمبياً عمر أعلى واحد عمل نتيجة في تاريخ مصر عمر لعيب محترف من زمان وبيلعب في ألمانيا وبيلعب في فرنسا وبيتنيل من هنا إلى هنا وعنده الخبرات اللي تخليه يقدر يعرف يرجع تاني إزاي يعني بعد ما يوصل للمستوى آه ويحاق نتيجة عالية في الأولمبيات زي ما عملها يقدر إن هو يعمل ريستارت نفسه إن هو يخش بعد كده هو ما شاركوش في البطولة العربية الاتحاد المصري فضل راحتهم وآه اللعبوا معنا الأندير العربية في الأهلي وبعد كده اللعبوا عندي بطولة أفراقية في الكاميرون اللي هي آخر حاجة جديدة خلصنا بلا تقريمك لهذه البطولة وشايف إزاي المنافسة بأفريقيا في ظل تفوق المصري البطولة أفراقية عموما ما بيبقاش فيه منافس لمصر غير نيجيريا نيجيريا صحيح ده من البطولة الأفراقية اللي فات للكات في المغرب بطولة العربة الأفراقية تحديدا في المغرب آه وهي دايما كده يعني حتى الفلندية حتى في يعني يعني إما لعيب من مصر بيخسر من لعيب مثلا من تونس أو الجزائر أو المغرب بتبقى آه حاجة مستوضة آه حاجة ما بتحصلت ناديل احنا متفوقين عن الدول الشمال الأفراقية بتنستاولة كتير آه الحاجة الوحيدة للطفرة اللي حصلة للبطراضي إن فيه لعيب من سنغال أنا مش عارف اسمه بزبط لعيب من اسمه إبراهيم حاجة آه اللعيب ده وصل دولة أربعة كاس بخالد عصر وقدر يوصل دولة أربعة آه واضح إن هو محترف في أوروبا يعني واضح إن هو مش بيلعب في سنغال بس هو محترف في أوروبا وبيجبوه من الدولة اللي هو فيها يلعب بطولة أفراقية إنما بقيت البلاد بعيدة أوي عن مصر ونجيريا في تنستاولة تمام ترجمة نانسي قنقر